معنا مسألة احتكاك تانية بعد ما فهمنا موضوع انه ازاي يكون عندنا جسمين مرتبطين بحبل محطوطين على مستوى يميل على الافقي ازاي اقدر احدد اي الجسمين يوضع اسفل الاخر اظن دي خلاص قطل البحث انا وفهمناها نرجع بقى المسألة تانية من المسائل العادية بتقول وضع جسم وزنه 8 جزر 3 ثقل كيلو جرام اتحط فين على مستوى افقي خشن ثم اميل المستوى بالتدريج فاصبح الجسم على وشك الانزلاق تحت تأسير وزنه فقط معنه ما قالش بس انا فاهد هو كان محطوط على مستوى افقي كان وزنه 8 جزر 3 ثقل ميلنا المستوى بالتدريج لحد ما اصبح الجسم على وشك الانزلاق ما فيش قوة خارجية ما اصر عليه يعني كأنه على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط في هذه الحالة أنا قادر استنتج وأثبتناها مع بعض في الفيديو اللي قبل ده إنه لما يكون على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه بس يفهم إنه زاوية الاحتكاك هتسوي زاوية ميل المستوى على الأفق مدام قال لي في الحالة اللي فيها زاوية ميل المستوى على الأفق 30 أنا الواحدة كده استنتج هتفرق معك جداً في الحال أن معامل الاحتكاك هو ظل هذه الزاوية اللي بيصنعها المستوى المائل على الأفق اللي خلت الجسم على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط إذن معامل الاحتكاك في المسألة من غير ما يقول قالها بشكل غير مباشر بالقالة الحزبة بجزر 3 على 3 أو بمخي بواحد على جزر 3 المهم إيه من معامل الاحتكاك قادريني جبت له معامل الاحتكاك من غير ما ثبتها معامل الاحتكاك هو ظل زاوية الاحتكاك من غير برها طب وعرفت من ان زاوية الاحتكاك هي 30 لانه كان على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط لما اميل المستوى على الافقي بزاوية 30. الرسمة اللي هرسمها بقى في الحل واذا يربط الجسم عند ائذن ايه عند ائذن دي لما كان يعني المستوى المائل يسمع زاوية 30. حل. في خيط وشد الخيط. هنا بقى الكلام. يا ترى الخيط ده اتشد في اتجاه خط اكبر ميل للمستوى? لا. مش زي المسائل اللي فاتت. كان الخيط في اتجاه خط اكبر ميل لأ. ربما يكون الخيط ده شدين بيه الجسم وكان الشد افقيا. او يصنع مع الافقي زاوية قياسها كذا. نشوف. ربط الجسم عند ائذن في خيط حتى اوشكها. وشد الخيط طبعا في اتجاه. يميل بزاوية قياسها 60 درجة. الخيط اللي هشد بيه الجسم بيميل بزاوية قياسها 60. على ايه? على الافقي. الله. لا انا مش قادر اكمل اقراية. انا عايز ارسم الرسمة واحدة واحدة كده. ونشوف ايه حكاية الخيط اللي بيميل على الافقي بزاوية قياسها 60 درجة. اهو. ده المستوى الافقي. وتعالى نعمل عليه مستوى المائل. اهو. ده المستوى المائل. ونحط على المستوى المائل الجسم. اهو. جميل. حطينا الجسم على المستوى المائل. وبعدين حصل ايه? ما حصلش حاجة. وزنه لأسفل. كان مديني في المعطوات وزنه 8 جزر 3. حطينا وزنه 8 جزر 3. هتلاقي فيه رد فعل. هنكتب بالبيانات بتاعت المسألة طبعا. وهتلاقي فيه احتكاك نهائي ميم ريه. وهتلاقي فيه مركبة للوزن. والناحية التانية فيه مركبة للشد. اللي احنا لازم نعرف هو بيعمل زاوية قد ايه بالزبط. زاوية قد ايه مع الافقي. طب اخوة فين الافقي اهو الافقي. تعالى بقى كده نحسبها واحدة واحدة مع بعض. هرجع اقرى المسألة واشوف كده الدنيا ماشي ازاي. بس مبدئيا الوزن ده ما فيهوش كلام. مركبة الوزن برضو ما فيهاش كلام. اهو مفوض ان فيه مركبة اخرى للوزن طبعا. فانا اعمل حسابي من دلوقتي. فيه مركبة للوزن الناحية دي. وبعدين نرجع نحط البيانات. ده هيبقى رد الفعل ان شاء الله لما يجي انزل بالبيانات بتاعتي. ثم تحت مركبة للوزن. ثم هنا فيه مركبة هنشوفها لما نيجي نحلل. وهنا فيه شد هنعرفه. وده اللي افقي حلوة. تعال واحدة واحدة. الجسم وزنه كام? تمانية جزر ثلاثة. حلو. موضوع على مستوى افقي. ميلنا المستوى لحد ما اصبح الزاوية اللي بيميل بها على افقي تلاتين. عايز معامل الاحتكاك. انا استنتجت الواحد كده ان معامل الاحتكاك هو واحد على جزر ثلاثة. ظل زاوية احتكاك. وهي الزاوية اللي صنعها المستوى الميل مع الافقي لما كان الجسم على وشك الانزلاخ تحت تأثير وزنه فقط. طب اذا روبط الجسم في خيط شد الخيط في اتجاه يميل بزاوية ستين. يبقى هو احتفظ بزاوية الميل اللي قياسها تلاتين درج. لكن الشد في الخيط اللي كان في الاتجاه ده بيصنع مع الافقي هو ده الافقي. يا ترى الشد بيعمل معه زاوية قياسها كام ستين. طب تعال نحسبها. لما هو بيعمل زاوية ستين. دي لوحدها تلاتين. اش عارف حضرتك ان دي تلاتين لانها بتسوي زاوية بتاعته بالتناظر. الشد في الخيط بيعمل مع الافقي ستين. يعني بعد التلاتين فيه كمان تلاتين. الله. يعني كأنه قال لي شد الجسم بواسطة قوة او شد يصنع مع خط اكبر ميل اعلى زاوية قياسها تلاتين. تاني هنا بالحتة دي. يصنع مع خط اكبر ميل اعلى زاوية قياسها تلاتين. كأنه بالضبط يصنع مع الافقي زاوية قياسها ستين. واضحة وهو. ولكن الشد ده مش عجبني. مش مشكلة دلوقتي نتصرف. لكن في رد فعل هنا. وفي تمانية جزر تلاتة جاة تلاتين. ناحية التانية المركبة تمانية جزر تلاتة جاة تلاتين. والدوائر اللي انت عارفها دايرة حوالين التمانية جزر تلاتة جزر تلاتين ودايرة حوالين الره ودايرة حوالين الشين ولسه هنحلل الشين ونشوف دلوقتي هتروح فين وفيه ودايرة حوالين الوزن اللي أريد يتحلل وأخيرا دايرة حوالين التمانية جزر تلاتة جزر تلاتين الوقت بدأت أفهم بس لسه شوية لسه ايه الشين ده وضع مش عجبني إيه لا لو انت نود حل بقى بقاعدة لامي انا حلتلك مسألة اللي لم تبعنا بقعدة لامي مرة وطلق الناتج ستة جزر تلاتة وحل اخر اطول بس الناس عارفها اكتر من لامي وطلق الناتج باتناشا فاك انت طبعا لما زاودت زاودت ميل المستوى على الاخر. المهم ده دلوقتي قوة اشتد شين وانا مش عايز احل بلامي انا عايز احلها زي الناس عادي يعني. فلازم انا القوة اللي حالها ميل زي القوة شين لابد من اني اعدلها فاتخلص من الشين واحللها الى مركبتين واحدة شين جتا تلاتين والتانية شين جتا تلاتين حل واحدة شين جتا والتانية شين جتا تلاتين بس كده اه الشين كده راحت زي ما التمانية جزر تلاتة برضو راحت نزل مكانها تمانية جزر تلاتة جتا تلاتين وتمانية جزر تلاتة جتا تلاتين لكن الموضوع كل متازن مين اللي قالك انه متازن هو قال ارجع المسألة وبتعرف هو قال ايه قال لما ميلت الجسم اصبح الشد ده عامل زاوية ستين والجسم اصبح موضوع على مستوى يميل بزاوية تلاتين حصل ايه او مشاكل جسم على الحركة الاعلى يعني الجسم دلنا تفيه اتجاه لحركته يا طرق فوق ولا تحت لا فوق مين اللي قال هو اللي قال صراحة اتجاه الحركة لاعلى فانا هعمل اتجاه الحركة عشان الرجل اللي بيصحح ما يتوهش مني وبانا بحلل نفسي ده اسمه اتجاه الحركة مش عايزين ننساه عشان نرجعش اشتيكي واقول ان انا اتظلمت في التصحيح اتجاه الحركة الاعلى لان القوة الشد هنا فهو عايز يطلع فوق ومدام عايز يطلع فوق يبقى نحية التانية في حاجة بتهوقه عن الحركة الاعلى هي احتكاك نهائي الاحتكاك النهائي يعني كاف والكاف يعني مين نقريه كلام نطيف اوي فضل بقى لجابة من الاتزام ينتج ان من الاتزام وكالعادة زيها زي كل المسائل ينتج ان يمين بيسويش مال وفوق بيساوي تحت قبل نكتب بقى على نظافة اليمين بيساوي الشمال يعني القوة اللي بتعمل في اتجاه خط اكبر ملة اعلى ناحية اليمين تساوي القوة اللي بتعمل في اتجاه خط اكبر ملة اسفل يعني ناحية الشمال بعده مش فاهم يعني ايه يعني ده قد ده شين جات 30 تساوي مين مراه زي 8 جزر 3 جات 30 بس كده لأ دمعين الجسم كمان متازن يبقى اكيد اللي فوق قد اللي تحت يعني ايه اللي فوق قد اللي تحت يعني ريه زي ده شين جات 30 تساوي 8 جزر 3 جات 30 انا كده خلصت وعالتح صفحة جديدة وقوله من الاتزام يمين بيساوي شمال مش عيب ابدا. يمين بالعكس يساوي شمال كمان فوق بيساوي تحت. وانت فاهم يعني ايه يمين وشمال وفوق وتحت. يمين شين جتا تلاتين ونكتب بها على طول من الاتزان ينتج ان شين في جتا تلاتين بيساوي الباقي المحية التانية يعني يمين ريه. انا مش بهالف انا بجيب من رأس ما هو شين جتا تلاتين محية التانية يمين ريه زائد تمانية جزر تلاتة في جتا تلاتين. طبعا المعادلة دي انا ما قدرتش اتصرف فيها حاليا فانا هسيبها مؤقتا وهسنيها المعادلة رقم واحد. طب مش عايز لها اخت اكيد محتاجين اخت للمعادلة دي عشان نبدأ نحل المعادتين دول مع بعض. طب مفيش حاجة تتعمل قبل ما نجيب اخت للمعادلة والله ناحية دي فيه شين جتا تلاتين بجزر تلاتة على اتنين معامل الاحتكاك بواحد على جزر تلاتة ممكن انزل دي من دلوقتي وممكن اهجر النزول بعد شوية. والناحية التانية تمانية جزر تلاتة فيه جتا تلاتين اللي هي نص. انا بس عايز اكتب المعادلة التانية وبعد كده ربنا يحلها. المعادلة التانية تيجي منين من الرسمة? فوق بيسوي تحت. يعني ري زائد شين جتا تلاتين بيسوي تمانية جزر تلاتة جتا تلاتين. واحدة واحدة مش بقلف. اذا المعادلة التانية بتقول اللي فوق بيسوي اللي تحت يعني ري زائد شين جا تلاتين تسوي تمانية جزر تلاتة جا تلاتين اهو شين جا تلاتين زائد الري تساوي تمانية جزر تلاتة جا تلاتين كلام جميل جدا وزي ما عملنا المرة اللي فاتت هنعمل برواز شيك حوالين المعادلة ونسميها رقم اتنين واي عائل صغير معلش يعني مش في تلتة سنوي يقدر يمسك المعدتين الايانيتين ده بيحلهم مع بعض نحلهم مع بعض كده واحدة واحدة من المعدلة الاولى هعود بالبيانات والارقام اللي هو مدهالي في المعطيات شين جا تلاتين جا تلاتين يعني جزر تلاتة على الاتنين في شين بساوي معامل احتكاك كم الدهولي في المعطيات انا استنتجته بواحد على جزر تلاتة في الره تلاش منها زائد تمانية جزر تلاتة في جا تلاتين جا تلاتين دي اصلا قيمتها نص. فتمانية جزر ثلاثة في نص يعني اربعة جزر ثلاثة. ده كلام جميل واستنتجت منه ان جزر ثلاثة على اتنين شين بيسقوا واحد على جزر ثلاثة ريش زائد اربعة جزر ثلاثة. مش بطال احسن من الاول. وهي هي المعدلة الاولى بس عملتلها نيوروك. فهسميها واحد شرطة. طب المعدلة اللي بعدها هنلعب فيها شوي. اه تبقى شين في جا تلاتين. جا انها بنص. يبقى نص شين زائد الره. مش قلقان. مش قلقان لسبب. ان عندي المعدلة الاولى الخضرة فيها شين هو ره. والتانية خضرة وهيطلع فيها شين هو ره. فاي حد ممكن يحله. تمانية جزر ثلاثة في الجا تلاتين يعني جزر ثلاثة على الاتنين. بعد الاختصار اتنين راحت مع التمانية فضل اربعة. وجزر ثلاثة في جزر ثلاثة يعني تلاتة كأن الطرف الايسر كله على بعد بيسوي اتناشر. ودي هسيبها واسميها رقم اتنين. هي هي المعدلة اتنين بس عملت لها شكل جديد فتبقى اتنين شرط. بحل المعدتين الاولى جزر ثلاثة على اتنين شين بيسوي واحد على جزر ثلاثة ره زائد اربعة جزر ثلاثة. التانية نص شين زائد ره بيسوي اتناشر. والسيان ممكن تجيب الره من المعدة التانية بدبالت الشين وتعود بيها. او تحل المعدتين بانك تحطوهم تحت بعد مش هتفرق. في كل الاحوال لديفتح صفحة جديدة ونقول له بحل المعدتين واحد واتنين هنجد ان قيمة الشين تسوي اتناشر ثقل كيلو جرام. هعوض عن قيمة الشين في اي معادلة منهم ويكون عوض في المعادلة رقم واحد. بعد ما عملت لها شكل جديد هنجد انه قيمة الره بالتعويض تسوي ستة ثقل كيلو جرام. جبنا الشين باثناشر وجبنا الره بستة وما نرجعش بقى نسأل احنا ليه بننقص لان احنا ما قرناش المسألة كويس. وقال لي ايه وجد مقدار قوت الشد لليل الحمد جبتها. وبرهن على لان نخدر قوة الاحتكاك. فانا لسه ما جبتش قوة الاحتكاك. لكن من البيانات اللي طلعت قوة الاحتكاك. مش معامل الاحتكاك على فكرة عشان ما غلطش. قوة الاحتكاك يعني ميم ري. والميم ري هي حصل ضرب معامل الاحتكاك في رد الفعل العمد. معامل الاحتكاك في المعطيات كان بواحد على جزر ثلاثة من المعطيات. رد الفعل لسه سخن طازة خارج بستة. بدل ما سيبها ستة على جزر ثلاثة. ممكن اضربها كمان في جزر ثلاثة على جزر ثلاثة بعد الاختصار دول ثلاثة راح تفضل اتنين جزر ثلاثة بقية المسألة بتاعت الاحتكاك سهلة طالما انا فاهم يعني ايه معامل احتكاك ويعني ايه قوة احتكاك وإيه العلاقة بين زاوية الاحتكاك وزاوية ميل المستوى على الافقي لكن قبل نختم الفيديو ده انا كان عندي في الجبر مسألة حلتها للي امتابع يعني الفيديوهات بتاعت الجبر في الفيديو الخامس كان النسألة بتقول تلاتة على مضروب سين ناقص اتنين زائد خمسة على مضروب سين ناقص واحد بتسوي ميتين وتمانية لانه كان مكتوب في الكمبيوتر انه الخمسة دي واحد وعشان كانت الخمسة واحد لما جينا نشتغل وصلنا للمعادلة بتاعت تلاتة سين موجودة في الفيديو الخامس تلاتة سين في سين ناقص واحد زائد خمسة سين بيسوي ميتين وتمانية فلما جينا اشتغلنا المفروض الناتج اطلع 3 سين تربيع ناقص 3 سين زائد 5 سين بـ 208 لكن لما كان مكتوب الرقم واحد ما كانش فيه 5 سين فبالتالي هو صح ان الواحد دي 5 فالسؤال نفسه ما كانتش واحد كانت 5 ولذلك 3 سين تربيع لما ألمها من الواضح انه 5 سين ناقص 30 هتبقى 2 سين ناقص 208 والبقى انتوا عارفين وبقى هحلل المقدار السلاسي لكن بس انا حبيت اقول علشان ما بقاش فيه لخبطها في السؤال انه السؤال مكتوب واحد هو ما كانش واحد هو خمسة وانا حليت علامة خمسة فالواحد ده ما كانش واحد في الفيديو الخامس في القبر الواحد ده كان خمسة والمسألة موجودة فيه كتاب دليل التقويم نرجع بقى الاحتكاك احنا اتكلمنا انه موضوعات الاحتكاك كلها تتلخص في انه مدام الجسم على وشك الحركة سواء لأعلى او لأسفل هو مازال متزم ومازال متزم معناها ان القوة ناحية اليمين قد شمال وفوق قد تحت اللي احنا في الرياضة نقول عليها محصلة المركبات السينية بصفر ومحصلة المركبات الصادية بصفر مازال لسه عندنا مسائل وافكار تانية على الاحتكاك بس انا متطمن نبدئيا ان انت تقدر دلوقتي تذاكر الاحتكاك على الاقل تقدر لوحدك تتعامل مع مسائل كتاب الوزارة اشتركوا في القناة